أفادت وكالة الأنباء الصحراوية بأن البرلمان الإكوادوري شهد ثلاثاء الإعلان عن تأسيس المجموعة البرلمانية المشتركة للصداقة والتعاون المتبادل مع المجلس الوطني الصحراوي الذي سيمارس مهامه خلال الفترة التشريعية 2024-2025 المصدر ذاته أضاف أن الاجتماع التأسيسي شارك فيه السفير الصحراوي بالإكوادور أحمدوها محمد أحمد وأعضاء من الجمعية الوطنية الإكوادورية من مختلف الأحزاب السياسية حيث ضمت المجموعة نوابا من حركة ريبوليتيون، أثيو دادانا، وإتلاف سوما وبرلمانيين من حركة الوحدة الشعبية شكرا